في تسريب صوتي مصرب لأبي أحمد كان عامل اجتماع مع الحزب بتاعه حزب الازدهار تقريبا ولا حزب الخراب أيا كان الحزب مش مهم وفي كلام قاله كلام في منتهى الخطورة عامل أزمة داخلية كبيرة جدا أبي أحمد قال إيه عشان يشوف الرجل ده ممكن يضحب أي شعوب بملايين من الناس حتى لو كان هنا في أي مكان إذا هو بيتكلم على الشعب الإسيوبي ممكن يعمل فيه إيه طب ما بالك بمصر والسودان بالنسبة له إيه تعالوا نشوف إيه اللي حصل التسريب الصوتي أبي أحمد طبعا بيتكلم مع الحزب قيادات حزبه وواحد من اللي موجودين في السجل اللقاء والتسريب طبعا هو بيتكلم باللغة بتاعتهم الأمهارية تم تداول هذا الفيديو أو هذا التسريب على نطاق واسع ترجموه للغة الإنجليزية وترجمناه للغة العربية عشان يبقى قدامها هيكون قدامكم التلاتة الأمهارية اللي بفهم أمهارية والإنجليزية والعربية هو بيتكلم إيه أبي أحمد خلوا بالكم كلام خطر جدا خطر على هناك على الشعب الإسيوبي بس أنا بجيب لك ليه الفيديو ده لأنه تفكير أبي أحمد إزاي أولا قالك أنه عندهم انتخابات يوم 21 21 الشهر الحالي مبدئيا هو كسب الانتخابات من النهاردة الانتخابات لسه بعد ثلاث أسابيع فقالك إحنا كحزب فوزنا بهذه الانتخابات يعني الراجل بيتكلم على تزهير الانتخابات مبكرا وعدوا سقفوله وهيسه وخلاص كسبنا خد بقى اللي جاي قالك أنا موجود في السلطة لمدة عشر سنوات محدش هيقدر يغيرني يعني سياسينه وحزابه وإعلامه والضغوط البشتغل ضدنا لا أنا بقول لهم أن أنا قاعد عشر سنين كمان في السلطة ده خلاص الراجل إيه يعني منع أنه حد كمان يدخل قدامه الأخطر لو أنا مشيت من السلطة هناك دماء كثيرة خلي بالك لو أنا مشيت من السلطة في دماء هائلة هتحدث في إسيوبيا يعني ما عندوش مشكلة الناس تموت أو تتقتل مقابل البقاء في السلطة اتكلم كده هتسمعوه دلوقتي هتسمعوه وتشوفوا الصورة بتاعت الاجتماع وكلامه في هذا الاجتماع فاللي بيقول على الشعب الإسيوبي يضحي بهذه الدماء الهائلة مجرد أنه يحافظ على مقعده كرئيس للسلطة أو الرئيس الوزراء إسيوبيا ما بالك اللي بيتكلم على الشعب الإسيوبي كده هل هو يدي اعتبار لمئة وخمسين مليون في مصر والسودان أبدا أنا بقولك لا لما تسمع الكلام ده تقول الرجل ده كلامه أولا مشين كلام ليتحدث بزير طريقة شخص إجرامي يتحدث بزير طريقة ما عندوش مساء إطلاقا بيراعي حقوق إنسان أو مصالح شعوب أو مصالح حتى الشعب الإسيوبي ولا ينظر للشعوب الأخرى هو بيضحي بيقولك تضحية لو قرروا أنهم يمشوني لا 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 هذا الأمر وراه تبعاته دماء هائلة في كل أنحاء إسيوبيا يعني ما عندوش مشكلة ملايين يموتوا مقابل أنه يفضل في السلطة وقال هذه الانتخابات من الآن إحنا كسبناها ولازم نعمل ضغوط على الأحزاب الأخرى وعلى الناس المنوئين ضدنا ولازم يبقى عارفين كده والانتخابات ونبقى ما يبقاش عندنا أي أخطاء بيدي تعليمات للحزب بتاعه ولكن المشكلة الكبيرة اللي تكلم فيها بي أحمد إنه هو الانتخابات فاز بها مبكرا قبل أن تبدأ هتكون يوم 21 الأمر الثالث إنه يا هو في الحكم يا معناها الفوضى يعني يا أبي أحمد يوقف السلطة يا إما يحدث فوضى في إسيوبيا اللي هي أصلا كلها فوضى يا إما أبي أحمد في السلطة يا إما هناك دماء هائلة هائلة كما وصف الماء يحدث أو تابعات ما يحدث إذا حاولوا إنهم يمشوه أو ينتخبوا حزب غيره أو ما يبقاش هو موجود في السلطة قالت لو ده حصل إنه فيه دماء هائلة في إسيوبيا شوفوا فضيحة أبي أحمد اللي عملة ردود داخلية غير مسبوقة وعايز أقول لكم لإعلام الدولي قبل ما نروح إعلام عرب واهتمام كبير جدا مواقع إسيوبيا رقم واحد فيها هذا التسريب الصوتي طبعا أبي أحمد زي ما بقول لحضراتكم خلينا نشوف طبعا المواقع اللي هي نشرت بعض المواقع اللي نشرت سريعا قبل ما نروح للتسريب الصوتي لأبي أحمد أفضل الموت على ترك السلطة ده اللي بتكلم أبي أحمد أزمة في إسيوبيا بعد تسريب منسوب لأبي أحمد تسجيل صوتي مصرب لأبي أحمد أفضل الموت على تسليم السلطة أفضل الموت على ترك السلطة أزمة في أدس أبابا بعد تسريب منسوب لأبي أحمد وإنه خلال الساعات الماضية ضجت وسائل تواصل الاجتماعي في إسيوبيا بعد تسجيل صوتي منسوب للرئيس الوزراء أبي أحمد يؤكد فيه أنه يفضل الموت على أن يتخلى عن السلطة في التسريب اللي يتحدث فيه أبي أحمد بالأمهارية فيما ترجمه نشطاء إسيوبيون إلى الإنجليزية حذر رئيس الوزراء الإسيوبي أعضاء حزب الرخاء أو حزب الحاكم من الأحزاب الأخرى التي تريد أن تستولي على السلطة من خلال الانتخابات في 21 هذا الشهر وقال نحن بحاجة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة من أي خطأ صغير لا يجب أن يتولى السلطة أي شخص آخر خلال العشر سنوات القادمة لا يجب يعني معناها أنه ما فيش انتخابات في العشر سنين اللي جاية حتى لو في انتخابات هو هيزورهم وفضل الموت ولن أتخلى عن السلطة سنتخذ العديد من الإجراءات القوة التي عددناها لهذا حان وقت العمل بها لذلك سيكون هناك إراقة دماء هائلة جاهزوا ناس جاهزوا مليشيات جاهزوا ناس عشان يقتلوا الآخرين عشان لا يتخلى عن السلطة سيكون هناك إراقة دماء هائلة نشوف اللي بعده سيكون هناك إراقة دماء هائلة تصرحات مشينة لرئيس وزراء إسيوبيا نشر تسجيل صوت لأبي أحمد يضعه في مأزق كبير رئيس وزراء إسيوبيا لن أترك السلطة وإلا سيكون هناك دماء هائلة لن أترك السلطة إسيوبيا على صفيح ساخن بعد تسريب أبي أحمد وفضل الموت على ترك السلطة أزمة في أدس أبابا بعد تسريب صوت منسوب لأبي أحمد